هذه البلاد المباركة دائما على موعد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهدي الأمين مع هذه الإنجازات المتوالية على الصعيد الاقتصادي على الصعيد السياسي على الصعيد الثقافي على الصعيد الاجتماعي على الصعيد الترفيهي ولذلك هذه الحزمة من الأوامر هي تأتي تلبية لرغبات وطلعات وشباب هذه البلاد سواء كان الإعلاميون أو كان الرياضيون أو كان على مستوى الترفية وعلى مستوى السياحة هذه الدفع بهذه الوزارات الجديدة وأيضا بهذه التعينات الجديدة وضخ الدماء الجديدة في مفاصل الدولة هذه هي سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله منذ تولى الحكم في هذه البلاد المباركة وسموه لعهده الأمين وهو أمير الشباب في هذه البلاد المباركة التي يتطلع شبابها الذي يبلغون أكثر من 70% من هذه البلاد من الشباب ولهم طموحات ولهم تطلعات ولهم آمال تكفل بتحقيقها هذا الإمام المبارك خادم الحربين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ولي عهده الأمين وبالتالي نجد أنها ليست هذه أول مرة يدفع بهذه الحزمة من الأوامر ولكنها دائما تأتي بشكل متتالي لتلبية طموحات ورغبات وآمال الشعب السعودي أضف إلى ذلك أن استحقاقات رؤية المملكة 2030 سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد التجاري أو على الصعيد الاستثماري أو على الصعيد السياسات الدولية والعلاقات الدولية هي تتطلب مثل هذه التغييرات ومثل هذه الكفاءات والقدرات الشابة من الشعب السعودي أخي الكريم تعلم أن المملكة العربية السعودية في رؤية 2030 تنتقل من البلد الريعي الاستهلاكي إلى البلد الصناعي الذي يعتمد على الإنتاج ويعتمد على الصناعات ويعتمد أيضا على قدرات الشباب الطموح الذي لديه من الكفاءات ولديه من الرغبات الكثير ولذلك دائما نجد أن هذه المشاريع وهذه الإنجازات تداعب آمال وأحلام الشباب يعني مثلا نخذ على الصعيد الرياضي يعني الآن الشباب وهم بهذه الطموح وبهذه التطلعات تحولت إلى وزارة للرياضة أيضا الدفع بالسياحة وهو أصبحت الآن رافد من روافد الاقتصاد السعودي الذي اعتمد عليه لأنه كما تفضل سمودي العد حفظه الله أن النفط الذي بقي سنوات طويلة هو الركيزة الأساسية في نيزالة الدولة سيصبح يمكن رقم اثنين أو رقم ثلاثة بعد الدفع الآن بالسياحة بعد استثمار في الآثار بعد استثمار في المشاريع العملاقة الضخمة مثل مشروع القدية البحر الأحمر مدينة العلا العملاقة مدينة اليوم أيضا الآن الرافد الجديد الذي أعلن عنه سمو ولي العد حفظه الله قبل أيام وهو تطوير حق الجافورة للغاز هذا الحقيقة من شأنه أن يدفع قدرات رخمة من الشباب إلى سوق العمل أيضا يولد مئات الآلاف من الوظائف التي ينتظرها أبناء هذا الشعب لذلك نقول للشعب السعودي الدائم المتطلع أنه نبارك لأنفسنا ونبارك لهذا الشعب السعودي هذه الإنجازات الرائعة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين حفظهم الله يعني تحويل تحويل هيئة الرياضة إلى وزارة وتحويل كذلك الهيئة العامة للسياحة وثلاثة الوطن إلى وزارة السياحة يعني ما أهمية تواجد الوزارتان في مجلس الوزراء بدون شك هذا التحويل هو جاء في وقت الحقيقة لماذا؟ لأنه بالنسبة للثقافة والسياحة هي زي ما قلت في حديثي أصبحت الآن جزءا لا يتجزى من الاقتصاد السعودي بعد الآن أصبح هناك انفتاح على العالم بدل أن كنا نصرف الأموال والجهد لنذهب إلى العالم لنطلعهم على ما يتميز به الشعب السعودي ومن عادات ومن تقاليد الآن أصبح العالم كله يأتي إلينا لينظروا وسطية الشعب السعودي ينتظروا اعتداد الشعب السعودي ينتظروا كرم الشعب السعودي ينتظروا المملكة العربية السعودية على طبيعتها لنمحوا الصور المغلوطة الممطية التي ربما صرف عليها من أعداء هذه البلاد المليارات من أجل تشويهنا في العالم الخارجي الآن العالم هو يأتي إلينا ولذلك تصبح الآن السياحة هي جزء لا يتجزأ من القوى الناعمة التي تتبعها نملكة العربية السعودية لإبراز الوجه المشرق لإنجازة هذه البلاد السياحة أصبحت جزء الآن من الدخل القومي وخصوصا أن نملكة العربية السعودية وهي بهذه القارة تمتلك بقومة السياحة البحرية والبرية والشتوية والصيفية الجبال والصحراء إذن نحن أمام كنز أمام تروة اقتصادية عملاقة ضخمة وخصوصا عندما يدفع بأبنائنا وبناتنا من الشباب الذي لديهم هذه الطموح لإدارة هذا الصناعة وهي الحقيقة أن أصبحت صناعة وقد أفتقدناها أو قد أهمناها لعقود طويلة وأدمنى النفط مثل ما تفضل سمودي العهد الآن هي تصبح الآن وزارة وحاضرة في مجلس الوزراء لتنطلق هذا الرافد الاقتصادي بالنسبة للرياضة وتعلم أخي الكريم أن الشعب السعودي بشبابه هو شعب رياضي من الشباب وأنجزنا على مستوى العالمي وعلى مستوى القاري وعلى مستوى الوطن العربي الكثير من الإنجازات فلذلك حريهم بهؤلاء الشباب أن يكون لهم وزارة وأن يكون لهم وزيرا في مجلس الوزراء لتنطلق هذه الرياضة وهي أيضا صناعة الحقيقة لأنها لها رسائل عندما نتقدم إلى العالم وعندما يكون يرفرب عالم المملكة العربية السعودية بالغارة الأوروبية والأسيوية والأفريقية وفي كل أنحاء العالم لنقدم من خلالها أيضا رسائل التي نقدمها وهي رسالة الشعب السعودي الوسطي المعتدل رسالة الإسلام الحقيقي العقيدة الصافية إذن هذه كلها من القوى النعمة التي نتطلع إليها إن شاء الله في 2020 وفي رؤيتنا 2030 لنقول للعالم هذه هي المملكة العربية السعودية طعم بالنسبة لتحويل بعض الهيئات إلى وزارات أو ضم الوزارات يعني الملفت وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية تم ضمهما في وزارة واحدة التي تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما أهمية ذلك؟ أحسنت أولا لعلي أقول كلمة للتاريخ وليست جديدة على هذه البلاد المباركة الملك سلمر بن عبد العزيز هو إداري من الطراز الأول وهو صاحب فكر إداري ولذلك نجد أنه من ذو تولي خادم الحرمين حفظه الله الحكم في هذه البلاد وهو يعيد حيكلة الدولة على مستوى الوزارات وعلى مستوى الإدارات وعلى مستوى الكيانات الإدارية لماذا؟ لأن عملية دمج الهيئات ذات التخصصات المتقاربة في وزارة واحدة من شاره أن يسهل الإجراءات وأيضا يوفر التكاليف المالية وأيضا أن يقدم منتج ناجح فهذه الدمج بين الخدمة المدنية والشهور الاجتماعية ووزارة والعمل كل هذا تصب في قالب واحد وهو خدمة المواطن بشكل مباشر أيضا تصب في خدمة الباحث عن العمل بدل أن كان مشدتا بين عدة وزارات أيضا العمل الاجتماعي وهو جزء لا يتجزى من خدمة من عمل هذه الوزارة النأشية هو من شأنه أن يوحد الجهود ويوحد الطاقات وأيضا يقلل من الوقت الذي كان يبذله المواطن أو كان تبذله الإجراءات في استفاء المعاملات اليومية إذن هذا هو عمل إداري ناجح وفكر ناجح من من؟ من رجل الإدارة المعروف عنه وهو خادم الحرمين الشريفين منذ كان أميرا لمنطقة الرياض وهو معروف بحسه الإداري ودائما يسعى إلى الإنجاز بأسرع الوقت وبأقل التكاليف أهمية كذلك لإقرار تعيين أو تكليف معاليد دكتور ماجد القصة بوزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة كذلك إلى عمله بالنظر للدكتور ماجد والجهد الكبير الذي يقدمه في مختلف كذلك أو عدد من الوزارات أحسنت الحقيقة كل من يختاره ولي الأمر للقيام بعمل فهو عند حسن الظن وأستاذ ماجد وهو وزير التجارة قدم الكثير الحقيقة من الإنجازات على الصعيد التجاري وقدم الكثير من المبادرات الناجحة أعتقد أنه سيؤدي هذا الدور في وزارة الإعلام والتي الحقيقة مطلوب من هذه الوزارة كما هو مطلوب دائما منها وكما هو ملقع على عاتقها وأن تحمل رسالة الأمملكة العربية السعودية الإعلام وهو أصبح جزء لا يتجزى من عملية التنمية وعملية التطوير ومطلوب منه الكثير سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد العربي أو على الصعيد الإسلامي أو على الصعيد الدولي لدينا من الإنجازات الشيء الكثير ولدينا من المقدرات الشيء الكثير ولدينا من ما قدمته الأمملكة العربية السعودية على جميع الأصعدة ما نتمنى أنه يصل إلى العالم حقيقة اكتشفنا في وقت من الأوقات أننا قصرنا فيما مضى أن نقدم رسائلنا للعالم بحكم أننا ندع الأمور تتحدث عن نفسها الآن الحقيقة نحن لم نعد نحتاج إلى وسائل إعلام فقط وإنما نحتاج إلى مشروع إعلامي كبير ضخم تشترك فيه جميع مفاصل الدولة ويشترك فيه جميع المسؤولون لماذا؟ لنقدم المملكة العربية السعودية الجديدة وهي تترأس قمة العشرين قمة الكبار وهذا يدل على أن هذه البلاد المباركة منذ توحيدها على يد الإمام الملك عبد العزيز رحمه الله وهي تركض في ميدان الكبار على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد العسكري وعلى الصعيد الثقافي والتاريخي مما يتطلم معه وجود مشروع إعلامي كبير لنقديمها للعالم لا سيما وأن هذه البلاد المباركة بنجاحاتها وبإنجازاتها تتعرض إلى الكثير من حملات التشويه الخارجي وتتعرض إلى الكثير من الحملات المدفوعة الأجر وبالتالي نحتاج إلى مشروع إعلامي إن شاء الله ستقوم به وزارة الإعلام وتقوم بشبابها وشاباتها لحمل هذا المشروع إلى جميع مدان العالم معنا كذلك عبر الهاتف الكاتف السياسي دكتور خالد بطرفي دكتور خالد أهلا بك معنا هذه التحديثات برأيكم كيف تحقق خدمات مميزة للمواطنين في القطاعات المختلفة دكتور خالد بطرفي أبدو أن نفقد أن نتصال بالدكتور خالد بطرفي أتوجه بالسؤال إليك دكتور أحمد كيف تحقق هذه التحديثات خدمات مميزة في القطاعات المختلفة؟ أنا أعتقد أن كل القطاعات سواء كانت القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص ستحظى بنصيب الأسد من هذه التحديثات وهذه الإنجازات القطاع الحكومي دائما يعرف عنه أنه مقر أو مكان للبيروقراطية لكن مع التحديثات الجديدة مع عمليات الدمج مع عمليات الهيكلة عادة الترتيب عادة التنظيم هذا من شأنه أن يقضي على هذا النظام البيروقراطي وذلك تجد أن عملية الآن التنافسية الموجودة بين الوزارات وبين القطاعات الحكومية هذه من شأنها أن تقدم المنتجات التي تسعى الدولة إلى تحقيقها أضف إلى ذلك وهو جزء كبير أو جزء مهم رؤية المملكة 2030 وهو الرقابة والمحاسبة وجود الرقابة وجود المحاسبة هذا من شأنه أيضا أن يكون عاملا محفزا للقطاع الحكومي ليقدم هذه الإنجازات على الصعيد الخاص وتعلم أخي الكريم أن الدولة فتحت أبواب جميعها للاستثمار سواء كان الاستثمار الداخلي أو الاستثمار الخارجي يرفض هذا كثيرا من الأنظمة والتشريعات التي قدمتها لنك عرب السعودية أيضا الفيزا المفتوحة الآن التجارية أيضا حرية التملك وحرية أيضا السياحة الداخلية هذه كلها تحتاج إلى أنظمة وتشريعات وجود هذه الحزمة من الأنظمة التشريعات الجديدة هي من شأنه أن تعزز قوة الاقتصاد الداخلي وأن تحفز أيضا الإنتاج الداخلي وأيضا أن تكون بيئة جاذبة للمستثمر الخارجي لماذا؟ المملكة العربية السعودية هي بيئة جاذبة للاستثمار لأنها بيئة آمنة والرأس المال دائما يبحث عن المناطق الآمنة لاحظنا كثيرا من بلدان العالم بدأت رؤوس الأموال تهرب منها إذا لم يكن هناك استقرار أمني المملكة وهي واحة للأمن وأيضا واحة للإستقرار هي بيئة جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية وخصوصا وجود هذا الرفض من الأنظمة وتشريعات التي تدفع بها الدولة دائما لتحفيز هذا القطاع ترجمة نانسي قنقر